أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين ما هي قيمة الإيمان إذا لم تكن هناك طاعة؟ يعني ربنا أمرنا في الآية 8 اللي تدبرناها مبارح بإيه؟ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا إلى آخر الآية ترجمة الإيمان عمل وهو الطاعة لذلك ربنا قال في الآية 12 وأطيع الله وأطيع الرسول لأن الطاعة دي ترجمة الإيمان اللي في الآية 8 بس أفرد طاعة للرسول يعني نجد في القرآن مرات ربنا يأمرنا بالطريقة دي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعوا مثلا في سورة الأنفال جد عدة مرات يعني الأسلوب ده أزولنا خمس أو ست مرات أطيعوا الله ورسوله هنا ربنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أفرد طاعة للرسول وبرده جات تقريبا برضو خمس أو ست مرات كل التعبير منهم له وقع مختلف في القلب أطيعوا الله ورسوله بيضيف النبي إلى الله سبحانه وتعالى في نفس الطاعة فبيعطي انطباع أن طاعة الرسول لا تنفصل عن طاعة الله بتدي أهمية كبيرة لطاعة الرسول ما ينفعش حدول أنا مسلم بس سأطيع الله فقط أما أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فهي مش ضرورية بالنسبة لا ما ينفعش لو أم مسلم كده مع السلام ما ينفعش لو أم مسلم كده أصلا طيب وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إفراد طاعة للرسول منفصلة عن طاعة الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول تعطي انطباع أن الله سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالتشريع فالنبي المشرع فلو أمر بشيء ما تقولش طيب أروح أتأكد إن كان القرآن بيوفع على كده لا لا ما فيش حاجة اسمها أتأكد الأول قبل ما أطيع النبي لا أنت ممكن تجد القرآن ما فتحش موضوع معين لكن أوامر النبي لابد من طاعة يكفي النبي أمر بشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع مثلا لحم الحمير محرم بالسنة الحمر الأهلية يعني الحمير العادية الحمر الوحشي مسموح بأكله لكن ما نهي بالسنة مش بالقرآن وغير مذكور في القرآن طيب إيه ربا معي الآية 12 تاني كده وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين شوف على رسولنا شوف إكبار للنبي عليه الصلاة والسلام تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أنتم فاهمين أنكم لما ما تطيعوش النبي عليه الصلاة والسلام وتتولوا عن الإيمان فإن توليتم أن ده هيؤثر في أداء النبي عليه الصلاة والسلام تبقوا غلطانين فإنما على رسولنا البلاغ المبين شاء الله كلكم تكفر في إنما على رسولنا البلاغ المبين يعني لو في رسول آمن به عدد قليل من الناس أو حتى محدش آمن به خالص هل ده معناه أنه مثلا الرسول مش نجح لا ده واحد من أحسن وأعظم خمس رسل على وجه الأرض هو سيدنا نوح واحد من أولي العزم من الرسل الخمسة وربنا قال عليه في سورة وده إيه وما آمن معه إلا قليل ده مش معناه أنه رسول مش نجح خالص ولا يفرق إن شاء الله محد آمن أصلا مش مهم النبي بيؤدي عمله لما يبلغ بطريقة صحيحة بس خلاص وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين مسؤوليته الوحيدة أنه يبلغكم بطريقة واضحة وطريقة صحيحة وخلاص بقى كان يؤمن يؤمن إيه يكفر يكفر هو مش مطلوب منه يقنع حد كنوا بقى كان بيعمل كده بيدعو بعاطفة إيمانية ويبكي على الناس اللي اللي مش راضية تؤمن وربنا يقوله فلعلك باخعوا نفسك على أثارهم بتاعات ما قوت نفسك من الحزن عليهم دي مسألة شخصية ده ده زيادة من عنده لكن هو كل مسؤوليته يبلغ بطريقة واضحة وخلاص اشتركوا في القناة